موسيقى هحكي لكم قصة قصيرة حزينة كان يا مكان في سالف العصر والقوان لاعب سكواش مصنف رقم 3 على مستوى العالم اسمه مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي للسكواش ولاعب منتخب مصر طبعا وزي ما قلت لحضراتكم رقم 3 على مستوى العالم اللاعب ده حرفيا حرفيا كده هناك حرب ضده هناك حرب ضد هذا اللاعب يعني انا عندي لاعب رقم 3 على العالم مش على مصر على العالم العالم ده اللي هو امريكا واستراليا واوروبا وكل حاجة العالم يعني عندما تصنف في كرة القدم ميسي ورونالدو وامبابي وهالند فهو كده في السكواش من المصنفين دول من الاسماء دي مش كلامي ولكن ده كلام الناس اللي عودة تصنيفه بيتم محاربة هذا اللاعب لدرجة ان انا سمعت وطلع اتكلم مع حضراتكم لان انا اعلم تماما يعني ايه جمهور النادي الاهلي اعلم تماما هذا الامر جمهور النادي الاهلي لما هيسمع هذا الامر حيعرف انه الرجل ده بيتحارب او اللاعب ده او النجم ده بيتحارب وبتحارب ليه؟ لمجرد ان الرعي بتاعه مش هو الرعي بتاع الاتحاد انا للأسف مش عاود اقول اسمها الرعاة فالرعي بتاع مصطفى هو شركة والرعي بتاع الاتحاد هو بنك كبير المهم يعني ان مصطفى بيتحارب من رعاة الاتحاد وبمبركة من رئيس الاتحاد اللي بالمناسبة عارف كل هذه الحروب والمؤامرات اللي بتحصل مع اللاعب من تحريض للاتحاد الدولي للسكواش داد اللاعب من مجاملة لعابين اقل منه في التصنيف بس لمجرد لمجرد انهم تابعين لراعي الاتحاد يعني لو على اعتبار ان قناة الاهلي هقول لحضراتكم يعني بالراحة قناة الاهلي هي الراعي لعسل خلاص رعي الاتحاد قناة اخرى خلاص فالراعي بتاع الاتحاد اللي هو القناة الاخرى عمال اتخبط في عسل علشان هو الرعي بتاعه واقف معاه وبيديله وبيعمله وبيقف معاه بس هم عايزينه يبقى تباحه ده بمنتهى البساطة بالمناسبة مصطفى ما كانش عنده مشكلة ان هو يكون كمان تحت مظلة رعاية الاتحاد ما عندهش مشكلة الراجل يعني لكن حضرتك اتعرض على تلاتة على العالم على العالم مش على مصر اتعرض عليه كام؟ ستين الف جنيه فاندي في السنة المضرب لوحده بتمن تلاف جنيه ولا بتنشر الف جنيه حاجة كده يعني تخيله ويقولك عايزين يطلع باطل الراجل ده بيسافر في السنة تمنتاشر دولة ما بين بطولات ومعسكرات ومعسكرات اعداد غير انه بقى المصاريف التانية والالتزامات اللي عنده كنجم وجايله قد ايه من العروض اللي تخليه ينظر انا بقى احذر من دلوقتي انا بقى احذر من دلوقتي من تكرار سيناريو محمد الشرباجي اللي ساب اسم مصر وراح لعب باسم انجلترا وراح ليه؟ بسبب اللي كان بيحصل معها دلوقتي اللي بيحصل مع مصطفى دلوقتي يعني وهو نفس اللي وداه انا هنا في البيت الكبير تواصلنا مع الاستاذ محمود والد اللاعب وقال ان اللاعب متمسك بتمثيل بلده وانه رافض كل محاولات الاغراء رغم كل ما يتعرض له من استخفاف بتصنيفه طيب هل تدخل الوزير المحترم دكتور اشرف صبحي؟ طبعا دكتور اشرف تدخل اكتر من 3 او 4 مرات واتصل مع مسؤولي الشركة الرعية للاتحاد اللي يعني متقاعس او ما قاعدوش معه مصطفى باي طريقة كل مرة كان بيتهرب ويرفض هذه الجلسة خلاص؟ فالحقيقة كلام كتير جدا بنسمعه في هذه الازمة وكل من ورد اسمه او كل من اشرت اليه يحق له الدخول في قناة الاهل خلاص؟ تصل بالاعداد عندنا ساز هشام حيسن حضرتك تتصل بيه او تتصل بيه شخصيا ويحق ليك ان انت حق الرد في كل هذه الامور وبالمناسبة هو انا لما بقول حاجة زي دي بقولها ليه؟ لانه انا نفسي حد بس يطلع يرد علي هل حضراتكم متخيلين ان فيه اربعة من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السكواش قدموا استقالتهم بسبب تلك الازمة دي؟ لان هناك ارتباك اداري وفني ومالي داخل الاتحاد انا اتكلمت مع كابتن كريم المستكاوي عضو مجلس ادارة ولاعب السكواش السابق وقال ان الاتحاد بيدفع مش عارف اقولها دريبة ان الاستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد لم يمارس اللعبة على الاطلاق ولم يمسك مدرب سكواش في حياته طب وهل ده مأثر سلبيا على الاتحاد؟ طيب السؤال هنا بقى ونفسي حد من الاتحاد يطلع يجاوبني على فكرة الاستاذ كريم المستكاوي موجودة تصريحاته معنا وهو اللي قال كده على رئيس الاتحاد مش اسلام اللي بيقول وتقدروا تتأكدوا من هذه التصريحات موجودة معنا يعني فازاي مثلا الاتحاد يعتمد الميزانية بتاعت بتاعت الاتحاد السكواش مربعة اعضاء فقط يعني في حاجة اسمها النصاب القانوني فالنصاب القانوني لهذا الامر لم يكتمل ده مش كلام يا فندم ده كلام الاستاذ كريم المستكاوي وإيه ده اراد الاستاذ رئيس الاتحاد عاصم خليفة ان هو يرد على هذا الامر فلو سمحتوا يا جماعة انا موجود من هذه اللحظة انا بتكلم على الهواء مباشرة وبدعون هو يقدر يرد لو عنده حاجة يرد بيها يرد طيب والاستاذ الشام بيكلمه دلوقتي على الهواء وهو ما بيردش يا جماعة اللي احنا عايشينه ده اعتقد ان هو مهزلة احنا بندور ليل وانهار على الابطال وبنقول عندنا ندرة في المواهد فاللي بقوله لحضراتكم يا جماعة مش كده من فضل حضراتكم من فضل حضراتكم خلينا يبقى عندنا بطل ونفضل في ظهره ووقفين في ظهره يعني اسماء كبيرة جدا وحاجات كتيرة جدا بتحصل من فضل حضراتكم خلينا ووقفين في ظهر لعابتنا وفي ظهر ابطالنا فتواصلنا برضو مع الاستاذة راشا ابراهيم حجازي عضو مجلس ادارة الاتحاد السكواش السابق اللي قدمت استقالتها من الاتحاد السكواش بسبب غياب العمل الجماعي واتخاذ القرارات داخل الاتحاد بشكل فردي وهو الامر الذي يتسبب في تعرض لاعب السكواش الى الظلم وده وفقا مش لتصريح اسلام ولا تصريح كذا ولا يا فندم وفقا لتصريح كابتن راشا وقالت انها خاطبت وزير الشباب والرياضة من اجل التدخل لحل هذه الازمة وقالت ان العابة السكواش يتلقون بشكل مستمر عروض للعب لجامعات اوروبية مع تحمل كافة التكاليف الخاصة بالترتيبات والاعداد للبطولات خلي بال حضراتكم مثل هؤلاء الابطال بيبقى عليهم ضغوط كبيرة جدا 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 علشان يبصوا بره ولكن حبهم لبلدهم هو اللي بيخليهم كده فكابتن راشا قالت ان مصطفى عسل تلقى عرضا امريكيا للتجنيس وحذرت من رحيل اللاعب من مصر في سيناريو مكرر لما حدث مع محمد الشرباكي انا قلت لحضراتكم على الهواء مباشرة هذا الموضوع واتمنى ان كل الاسماء اللي انا اتكلمت فيها دي اي حد عايز يرد على حد او اي حاجة من خلال قناة النادي الاهلي من فضل حضراتكم القناة مفتوحة للجميع لان هذا الامر لا يخص النادي الاهلي فقط ولكن عشان كده انا حبيت ان انا اقوله امام كل جمهور النادي الاهلي اللي بيتفرجوا علينا موضوع مع جمهور النادي الاهلي دلوقتي من فضل حضراتكم مرة تانية اي حد عايز يجي ويرد ينورنا من خلال شاشة البيت الكبير